بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتلي مع بعض الجزء الرابع من الفصل السادس لمكرر نظم بالمعالج قد دقيق في الجزء ده جماعة نكمل كلامنا عن أمثلة عن الطايمرز والأبليكيشنز والتطبقات اللي هي بتقوم بيها طيب أحد الأمثلة يا جماعة إنها تعمل عملية compare ومقصود بعملية compare هنا هي عملية comparing ما ممكن تكون ما بين عملية سرعات بمعنى إيه بمعنى إيه بمعنى إحنا أردنا التحكم في DC motor معناها التحكم في سرعاته هيكون عن طريق ما يسمى بABWM أو pulse width modulator وفي الحالة ديت إحنا من الممكن التحكم في سرعة المطور باستخدام إيه بقى؟ باستخدام الطايمرز اللي إحنا اتفقنا عليه سرعة المطور يا جماعة ممكن تكون on off يعني on off يعني ممكن بداية ونهاية بداية الإيه بداية العمل ثم نهاية له يعني ممكن تكون maximum speed وفي نفس الوقت quickly off speed طبعا إحنا يهمنا التحكم في سرعاته ما يبقاش on off على طول ممكن يكون ايه ممكن يكون في average بقى ايه سرعة متوسطة ما بينهم اللي بيقوم بعملية التحكم في السرعة دية جماعة هو timers طيب نقرأ مع بعض بقولك motors turn at speed determined by voltage upload يعني يعني سرعة المطور بتتأثر بإيه بحجم الفولت اللي إيه الذي يتعرض له طيب doing this is an analog land can be hard يعني أنك أنت تعمل الكلام عن طريق مجرد بس analog signal ده شيء صعب جدا إذن need to get analog out of أو البروسيسور محتاجين دايما أن نحن ناخد إشارة analog من البروسيسور بتاعنا و need to amplify signal ومحتاجين نحن نقبر دايما إشارة in linear way بطريقة خطية طبعا الطريقة الخطية بيستخدام مثلا up amp طيب إحنا بنقول مع بعض اللي السائلين دلوقتي أن ال switching هيكون generally ما بين max والoff يعني إيه أقصى سرعة وسرعة دايما بسيطة قليلة أو off off يعني فيه ما فيش سرعة خالص والتحرك بيتم quickly ما بينهم ما بين off والmaximum طيب بيقولك بقى average is good enough يعني لو إحنا قدرنا نحصل عن على سبيد بصورة average متوسطة هتبقى مهمة جدا نعم وفي الحالة ديات إحنا مش محتاجين دلوقتي no don't need linear amplifier مش محتاجين up amps مجرد بس transistors طيب إيه الحكاية جماعة إزاي الطايمير هيعمل الكريم دي بقولك علشان كده ممكن نحتاج need a signal إشارة with certain due to cycle due to cycle محددة and frequency and frequency وتردد محددة في الحالة ديات يا جماعة في الحالة ديات يا شباب نقدر نتحكم في سرعة المطور لو dec motor إذا ده مثال باستخدام الطايميرز إزاي تقدر ها تتحكم في سرعة مطور لو dec motor والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا